اول حاجة عاوزها البكتيريا نوتريشن ففي بكتيريا بنسميها أوتوتروفيك وفي بكتيريا بنسميها هيتيروتروفيك يعني أوتوتروفيك يعني بتقعب الأكلها بنفسها ذاتي هيتيرو عاوز حاجة بنباري يعني ايه؟ يعني تاخد النايتروجين ده اسمها هيتيروتروفيك بكتيريا الهيتيروتروفيك بكتيريا الهيتيروتروفيك بكتيريا هيتيرو يعني ايه؟ متجالس الهيتيروتروفيك عاوزة نوتريشن من أورجانيك زي الهوست وهي هتاخد الباقي يبقى هيتوتروفيك بتعمل كل حاجة from in organic sources والهيتوتروفيك بيو كلها سابروفيتيك بكتيريا البكتيريا المترممة تعيش على الرمه تعيش على السويل تعيش على اي حاجة which can utilize carbon dioxide and nitrogen from in organic sources طيب نيجي بقى اهم حاجة البكتيريا عاوزة ايه؟ عاوزة gazis الجازس ده ايه؟ الاكسوجين والكاربون dioxide according to oxygen البكتيريا في نوع بتحب الاكسوجين دي منسميها aerobic بتكرهه جدا مثل يبقى اسمها anaerobic ده العكس تحت تماما aerobic it needs oxygen لازم الاكسوجين الاكسوجين طيب في واحدة بقى ايه؟ على كل النوع يا بتاسفتان بتعيش في وجود الاكسوجين أو عدم وجود الاكسوجين تيتف anaerobic وفي واحدة تقولك ما حبوش لكن ما قدرش على بعده دي اسمها micro aerophilic يبقى عندنا البكتيريا فيها aerobic فاكالتيتف anaerobic micro aerobic and aerobic تعال كده نرسم culture media البكتيريا اللي هزرحها هنا هي دي نمرة واحد اللي هي aerobic طب البكتيريا اللي هزرحها هنا هي دي نمرة واحد اللي هي الان aerobic طب الفاكالتيتف يعني ممكن تعيش في اي حتة يبقى دي نمرة 3 لا تقدر تعيش في الاكسوجين ما تبقاش واحد ولا تقدر تعيش في عدم وجود الاكسوجين اللي هي اربعة تبقى تيجي هنا الحتة دي بعيدة عن سيرفس يبقى دا نمرة 2 يبقى دا الرسمة المبينة لايات انارجي الايروب طب لما اجي ازرح بكتيريا ايروبيك بس ازرح حبيبقون الاكسوجين ليه لايات الايروبيك بكتيريا بتاخد الاكسجين وتتنفس بيه بس بتطلع H2O2 لازم فلو بتطلع H2O2 مية اكسجين او هيدوش البروكساين بيقتلها فعشان ما تقتلش بتطلع البروكسيديز انزيم اللي هو ديكسر بالتهيب تعالوا على الان ايه روبي زائد اوكسجين هتطلع H2O2 مفيش بيروكسيديز يبقى هتموت على طول لان ده هيروحي بقوت البكتيري فعشان ما بتموتش اعمل لها source of يقوم بعمل البروكسيديز اللي هو المنسد ميت يعني ايه منسد ميت؟ يعني لحمة مفرومة شوت لحمة مفرومة هنا والشربة بتاعتها ايه؟ شربة يعني بروث هنقولها تاني وده المنسد ميت العمل الميديا دي الجميلة دي قوي عشان يزل عليها الانيروبيت بكتيريا هو خواجه اسمه روبرتسون اللي طبخ كوكد طبخ ايه؟ لحمة الميت وعملها ايه؟ عملها ميديا بتطلع عليها البكتيريا الانيروبيت وده كل ده هتشوفوه في البراكتكال دي حس البراكتكال خلاص؟ ادي اول حاجة نيجي عن كاربون دايكسايد النورمال اتموسفيريك كاربون دايكسايد يعني الجود تعالى دي في كاربون دايكسايد بنسبه بسيطة جدا كل البكتيريا تقدر تعيش فيها حوزها انما في بعض البكتيريا اتنيدز زي البروسيلا زي النيسيريا دي بكتيريا دي كوكاي حمرة البروسيلا دي بسيلاي حمرة زيارة كده دول الميكروبين دول هنخدهم في السيستاميك واحدة بتعمل انديولان فيفر او الحمى الراجعة ساعة تروح وساعة تيجي انه يسير يا دي بتعمل الجدورية او مرض تناسولي اسمه السيلان يبقى دي بتحتاج لكاربون دايكسايد حوالى من خمسة لعشرة في المية كاربون دايكسايد وهي is a very high concentration فبنحطها في انكوبيتور اسمه كاربون دايكسايد انكوبيتور في شوية دي كاربون دايكسايد الحيوية طيب يبقى ده اول حاجة البكتيريا بتحبها طيب لما اجي ازراحة ازراحة ايه قالوا اه او زي temperature البكتيريا احسن درجة حرارة لها 37 إنما فيه اقل من 37 وفيه فوق 37 دي بنسميه الاوبتيمام إنما من اول الهاي دي لغاية اللو اللو بتبقى حوالى 20 الهاي ممكن توصل ل39 ل40 دي اسمه range of temperature إنما الاوبتيمام هي 37 اللي تحب درجة علاجة بنسميها ميزوفيلك تحب قادل ايه درجة الحرارة طيب لازم الميديا دي بقى لها pH قالوا اه بصوا الـ pH بقى pH احسن حاجة بكتيريا 7.2 27.4 عارفين دي ايه دي؟ pH دي بتاعت ايه؟ بتاعت البلوب حاجة حلو قاوي for the growth of bacteria دي اسمها pH 2 لكن فيه بكتيريا تعيش تحت يعني في الاسد زي حاجة اسمها لكتوباسيلس بصوا بصوا أسيدوفيلس فيه يعني مش فيه لكتوباسيلس أسيدوفيلس تقدر تعيش في الاسد طيب فيه بكتيريا عوزة الكلين زي الفيبريو ميكروب الفيبريو اللي هو كوماشير ميكروب اللي بيعمل الكوليرا عشان كده الحجاج لما يروح يحجوا بياخدوا كانوا معاهم زمان لامون عشان يشربوا ويعملوا الاسدتي ما اطلعش الكوليرا مفهوم؟ يبقى ده كمان pH في بعض البكتيريا عاوزة هيموديتي عالية قوي زي الـTB عشان كده محدش يبقى طالع السلم ويتوف تحت بير السلم تحت بير السلم ده هيموديتي رطوبة عالية قوي الـTB نعنش تمام؟ الـLight البكتيريا يعني فيه بتحب تعيش في الـLight فيه بتحب تعيش في الضرب ادي ايه الـMetabolism بتاع البكتيريا اللي هي عاوزها اول حاجة نوتريشن أو ثانية حاجة ثانية حاجة ثانية حاجة نوع الـCulture Media اللي انا هبقى اشرحه بعدين أو فيه المحاضرة اللي بعدين هدي الفيديو اللي بعدين فهمتوا دول؟ يبقى دول المتابوليك أو الـGross Requirement Growth Requirement بكتيريا بكتيريا ترجمة نانسي قنقر